الود والألفى بين الناس أمر عظيم من الله وكنز ليس له ثمن حتى لو أنفق المرء عليه كنوز الدنيا قال الله تعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم اللهم ألف بين قلوبنا وسدد خطانا وارزقنا من الخير ما ترضى لنا وارحم موتانا واشف مرضانا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح بالنا وأرحنا من هم الدنيا واجعل قلوبنا راضية مطمئنة اللهم هب لنا نفوسا راضية وصدورا من الهموم خالية وقلوبا بحبك صافية وأتمم علينا الصحة والعافية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زي ما شفتم كده في العنوان أيس كريم في ديسمبر طبعا ساعات في البرد برضو الواحد بيزهق وساعات بيجي نفسه أنه هو يأكل أيس كريم أو يشرب حاجة سائعة مثلا طيب فأنا عمل لكم أيس كريم هو صحي ولذيذ وكمان للناس اللي عاملة ريجيم بس طبعا المانجا سعراتها الحرية عليها يعني ممكن نستبدل بدلها الجوافة ممكن نستبدل الموز يعني هاتوا الفكهة اللي سعراتها ايه قليلة بس أنا عاملة المانجا عشان أولادي كمان بيحبوا المانجا وللأطفال حلوة جدا ومغزية أحسن من الأيس كريم اللي بيتبع بره وكمان إحنا ضمنين إن إحنا عاملينه في البيت بمكونات طبيعية ما فيهوش مواد حفظة وفكهة عندنا إحنا مجمدينها في التلاجة الأيس كريم ده مش بياخد وقت كبير يعني ممكن تعمليه من قبليها بيوم وبتسيبيه أو بيكون عندك في التلاجة أي ضيف دخل بتقدميله منها يعني فعلا سريع ولذيذ وتعمليه من قبليها وتسيبيه في الفريزر لو أنتوا بتشاهدوني الأول مرة متنسوش لايك اشتراك في القناة تفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد ويلا نبدأ الفيديو يلا نشوف مع بعض إيه ما أديره وإيه طريقته نقول بسم الله عندي إيه عندي كباية من المانجا أنا مجمدها من الأول وعندي كباية من الجوافة برضو جوافة مجمدة لو عندك طوزة برضو ما فيش مشكلة طبعا هيكون أحسن بس لازم تحقوني حطها في الفريزر مثلا نصف ساعة عشان يتماسك معاكي بسرعة وعندي كمان معلقتين سكر يعني لكل كباية منجا أو جوافة معلقة سكر ممكن تزويدي وممكن كمان تنقصي وتستغني عن السكر علشان إحنا عارفين المنجا أصلا بتكون يعني محلية شوية عندي كمان كبايتين من الحليب يعني لكل كباية منجا هحط كباية حليب لكل كباية جوافة هحط كباية حليب لو أنت عايزة تزويدي أو تنقصي طبعا أنا أعطيك المقدار يبقى المقدار كباية من الحليب أصاد وكباية من المنجا كمان معلقة سكر يلا نشوف بقى مع بعض إزاي الطريقة أنا بحط إيه بحط في الخلاط اللي عندي أو أي شيء أنت بتخلطي فيه يعني الحاجة فبحط المنجا كباية العصير المنجا وكمان بحط عليها كباية الحليب وعليها معلقة من السكر وأضربهم كويس جدا يعني اضربيهم كويس جدا علشان يبقى العصير متماسك معايا وتقيل شوية والحلو في الأيس كريم ده إنه بس فواجه يعني فكهة وحليب الحليب كمان مش لازم إن انت تجيبيه كامل الدسم هاتيه قليل الدسم علشان يكون سعراته الحررية أقل نستفيد طبعا من الحليب إحنا عارفين الحليب طبعا فويده كتيرة جدا جدا لازم ندخله للكبار وللصغار كمان ندخله في معظم أكلتنا شايفين شكل العصير إيه؟ بيبقى متماسك شوية ويعني سميك شوية ببدأ أحطه بقى في العلب بتاعة الأيس كريم أو أي ممكن تحطيه كمان في علبة كبيرة وبتاخدي منه بمعلاقة الأيس كريم بيبقى فعلا يعني يجنن يعني أيس كريم في ديسمبر فعلا يعني أنا عارفة إن الجو برد بس ساعات الواحد بيحب إنه هو يأكل حاجة يعني برده دي هتحس إن هي فكهة مش هتحس إنه هو أيس كريم مجمد ولا شيء لا كل اللي إحنا بناكله إحنا بناكل فكهة بس بنبراتها وخصوصا مع الحليب بيبقى حلو جدا جدا يعني بنضف طبعا بتاعة الايس إنج اللي أنا حطيت فيها بنضفها كويس جدا علشان تبقى شكلها إيه؟ نظيف ويلا بنا نعمل الجوافة كمان آيس كريم الجوافة بحط الحليب بحط عليه كوباية الجوافة عصير الجوافة اللي أنا مجمدها بحط عليها كمان معلقة من السكر وأضرب الخليط كويس جدا جدا زي ما ضربت المانجا بالضبط لو بتحبوا أي فواكه تاني ممكن تحطوا ممكن تستبدلوها بكوباية موز أنا عملت قبل كده آيس كريم الموز ضايته وصحي وطعمه حلو جدا ما فيهوش أي سكر الموز أنا مش بحب أحط عليه أي سكر لأنه طبعا محلي لوحده حتى المانجا كمان مش ضروري أنه تحطوا سكر لو المانجا هي محلية أصلا بس بنضرب الخليط ده مع بعضيه كويس جدا وبنحطه في نفس اللي أنا حطيت فيها الآيس كريم العلب بتاعتي أو زي ما قلت لكم علبة كبيرة وتاخدوا منها من معلقة الآيس كريم هيبقى فضيع بجد طعمه بيطلع خطير وكده عندي آيس كريم الجوافة جاهز عندي بحطه كمان في نفس اللي أنا حطيت فيها الآيس كريم في الأوليب اللي عندي وما تحطوش شوية زيدة كتير لا بس يعني إيه لآخرها بس ما تزودوش علشان وانتي بتيجي تطلعي الاستيك منها بعد ما تحطي يطلع معاك بكل سهولة بعد ما أحط بقى كل الآيس كريم عندي هروح طبعا أحط الاستيك فيها علشان هي اللي هاتمس هي اللي هاعرف أطلع منها أمسح طبعا أي حاجة عندي موسخة أو حاجة علشان لما يدخل الفريزر يطلع معاك بكل سهولة وبنزل الاستيك بالشكل ده علشان طبعا يتماسك فيها لما أجي أخرجه من الفريزر أو لما أجي أخرجه من القلب اللي أنا حطه فيها بحطهم طبعا كلهم بنفس الشكل كده ما تحطيش في الأوليب آيس كريم زيد كتير علشان تعرفي تطلع إيه الآيس كريم ده بجد يعني لذيذ جدا مغزي للأطفال مفيد لنا إحنا ككبار كمان يعني أكنينا بنأكل فاكهة الواحد لما بيجي بالليل بيتعشى مش عايز يأكل أي شيء ممكن بيأخد أي فاكهة هو بيحبها فبدل ما يأكلها كده أنا هحطها إيه هحطها أكني بجميتها بالضبط بس بيطلع فعلا فعلا لذيذ وسعراته يعني مش عالية أبدا لو ناكلوا بدري طبعا بلاش بالليل متأخر جامد بيطلع لذيذ جدا أتمنى أنه يعجبكم يا رب إن شاء الله وتجربوه وتقولولي إيه رأيكم في الكومنتات أنا بروح دلوقتي عملوا إيه هروح بقى أحطوا الفريزر لو أنتم استعجلين عليه هتسيبوه تقريبا ساعة أو ساعتين يعني ماكسيموم ساعتين لكن لو أنت عايزة تحتفظي به في الفريزر هتحطيه في كيس تقفلي عليه كويس عشان الريحة طبعا يكون ريحة محكمة وبعد كده خلاص بتشيلي بقى ممكن يقعد معاكل ست شهور مش بيحصل له أي شيء مدم في الفريزر أحطه في الفريزر وبعد ساعتين إن شاء الله بطلعه وبوريكم شكله إن شاء الله وكده بعد ما مر عليه ساعتين قديني طلعته بالشكل ده أنا حطيته بالشكل ده طب هنطلعه إزاي دلوقتي هحط بس كوبية فيها مية مية عادية من الحنفية وهنزل فيها الأوالب بالشكل ده بحيث إن هي تفكيلي شوية علشان لما أنا هاجي حركها وهي طبعا متلجة مش هتطلع معايا كويس بس أمررها كده يعني مش هتاخد ثواني وأفضل أحاول إن أنا أطلعها شوية بشوية ثواني وهتلاقيها طلعت معاك بكل سهولة يعني بس حركيها طبعا بشويش وخلي بالك كده خلاص هتلاقيها فكت معاكي يا دوبك بس ثواني مش مكملة حتى دقيقة وأحركهم أشوفها بقى إن هي خلاص المية وصلت لها كده فخلاص بقى هبدأ أحركها نقول بسم الله هتطلع معايا زي ما انتوا شايفين كده بكل سهولة شايفين طلعت إزاي بجد يعني مش عايز أقول لكم الايس كريم ده إيه يعني ممكن تكلوه في ديسمبر أو يناير أو فبراير في عز البرد يعني فعلا فعلا لذيذ سعراته الحررية بسيطة وغير مكلف يعني أنت حطها في الفريزر عندك لو أنت كنت مجمدة المنجا أو الجوافة أو الموز بيطلع لذيذ لذيذ جدا وخصوصا إن في حليب طبعا قيمة غزائية للأطفال والكبار بجد الايس كريم ده تحفة بعمل زيه كمان الايس كريم الجوافة بحاول إن أنا أطلعه من الآلب بتاعه بيطلعه بكل سهولة شايفين شكله شكله شيك جدا وطعمه إن شاء الله إن شاء الله هتحبوه جربوه على طريقتي وتقولولي إيه رأيك أنا هروح أحطه في طبق التأديم وهوريكم شكله إن شاء الله أنا خلاص خركت كلهم من الأوالب حطتهم بالشكل ده واحد جوافة ومانجا وجوافة ومانجا اللي بيحب الجوافة هياخد الجوافة اللي بيحب المانجا كمان يعني ليكم حرية الاختيار وزي ما قلت لكم ممكن كمان تحطوا موز بيبقى لذيذ جدا جدا وطعمه فعلا فعلا حل وسعراته قليلة جدا اللي عام الرجيم ما يخافش بلاش سكر بلاش يضيف سكر يضيف حليب قليل الدسم أو خالي الدسم علشان يضمن إنه هو هيكون سعراته الحريرية بسيطة جدا يعني كلوه وإنتم متطمنين أجرب أنا المانجا وأشوف لكم إيه طعمه بجد هشوف طعمه دلوقتي أنا متأكدة طبعا من طعمه هيكون خطير أنا قلت لكم طعمه خطير بجد طعمه خطير جربوه وقولولي إيه رأيكم يعني فعلا لذيذ تحس إن انت بتاكلي مانجا بس يعني بردة بس هي دي كل فكرته لكن طبعا فواكه بردة أنا بحب جدا المانجا والموز والجوافق التلاتة دولة طبعا بحبوهم من الفواكه بحب أن أنا أكلهم بردين كده بالشكل ده من غير ما أشر ولا أعمل ده أسهل وشكله حلو جدا في التقديم أنصحكم إن انتوا تجربوه جربوه قولوا لي إيه رأيكم يا ربي أعجبكم أتمنى طبعا إن الفيديو يكون أعجبكم لو أعجبكم الفيديو تنسوش لايك اشتراك في القناة تفعيل الجرس علشان يوصلكم كل فيديو جديد أنزله أشوفكم في فيديو جديد أستوديعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة